مجمع صنطراك عن انتقاء فائزين اثنين في المسابقة الوطنية التي أطلقها المجمع من أجل تصميم شعار رسم خاصة بالاحتفالات الستينية لمجمع صنطراك التي تصادف تاريخ الواحد وثلاثين ديسمبر من عام الفين وثلاثة وعشرين ولذان اخترتهما لجنة وتقييم المنصبة لانتقاء أحسن التصميمات من بين خمسة ألاف واربعمائة وثلاثين مترشحا وحسب بيان للمجمع تحصل مصطفى مداجلية من ولاية اسكيكدا على الجائزة الأولى في حين تحصل بلال عبد المعز قروط من ولاية عنابة على الجائزة الثاندة هذا أوضحت صنطراك أنه تم انتقاء تصميمين فقط يستجبان لشروط المسابقة ويرتقدان لمستوى هذا الحدث الذي يرسم محطة من محطات التاريخية لصنطراك حيث كانت هتان المشاركتان حسب صنطراك في مستوى التطلعات التي رهنت عليها الشركة عبر هذه المسابقة في حين تم حجب الجائزة الثالثة لانعدام مشاركات ترقى لمستوى هذا الحدث